طيب السلام عليكم ورحمة الله. هو آآ بداية آآ قصتي مع انوار آآ بدأت تقريبا من تمن سنوات آآ كان حد بعت لإعلان في آآ انوار فرع المؤطم عن لقاء بيتكلم عن علاقة التنمية البشرية آآ بالاسلام. وكان لقاء جميل وممتع وكان عجبني جدا في الحقيقة آآ وما كنتش انا ساعتها اعرف انوار رسالة قبل كده آآ بس بعد ما حضرت يعني استفدت وخدت الجدول بتاع آآ اللقاءات ودخلت اشتركت على آآ وبعد كده آآ حد برق عزرا آآ بعت لإعلان عن آآ برنامج آآ آآ اعداد المدرب المحترف من انوار رسالة لأستاذنا محمد عادل آآ انا في الحقيقة البرنامج كان شديدني جدا ان برنامج المديد سنة وبنعرض فيه شهريا ويتقيم والمادة اللي بتاعته كانت قوية فروح تقدمت في البرنامج وانا كنت مدرب قبل ما اروح يعني آآ ففي اول شهر آآ بس عرفت نفسي على انا موظف ما حبيتش عرف نفسي على انا مدرب آآ فاول شهر الحمد لله كان العرض الشهر بتاعه كان جيد مثل محمد عادل آآ يعني حاب يسألني ان كنت مدرب ولا لأ فهربت منه الشهر اللي بعدين الحمد لله برضو العرض بتاعه كان جيد ففي الاخر قال لي لأ انت آآ اكيد كنت عنده خبرة بالتدريف فقبل اللي اخته يعني فطلب من انا نضم الفريق العام ودي كانت آآ بداية رحلة كبيرة جدا وممتعة ورائعة آآ مع انوار رسالة آآ لما انضميت لبرنامج عدد المدرب المحترف آآ من انوار رسالة آآ وكان سبحان الله كان يعني باب خير كبير جدا آآ انضميت للبرنامج هو برنامج قوي كان بيعد لمدة سنة خرجنا منه عشرات المدربين آآ بنبدأ البرنامج تقريبا بامتين ممكن نتخرج في الاخر خمسة بنصف فيهم شهريا في تسكات كتيرة جدا كانوا بيعملوها آآ تقريبا بياخدوا كل حاجة في التدريب بيطبقوها عملي في حياتهم آآ من ضمن التسكات بتاعتهم انه يقرأ كتاب شهري آآ كتاب حوالي خمسوئة او سموئة صفحة بيعمل بحس شهري يد ويبخط اليد بيقدموا عشر صفحات في موضوع آآ علمي معين بي بيتطوع عدد ساعات معينة في مجال من مجالات التدريب آآ وهكذا فالحمد كان دي البداية يعني وآآ من خلال بقى البرنامج انضمت لبرنامج تاني اسم اصنع نجاحك وده بردو كان برنامج قوي وكبير بيقعد بردو سنة آآ بعد كده عملنا مع آآ سيد محمد برنامج ميني اصنع نجاحك آآ وده كان برنامج جدت تلات شهور للمتطوعين بتوع رسالة كلها آآ طبعا في برامج من دي تكملت وفي برامج ما كملتش آآ لكن دي كانت اهم البرامج يعني اللي انا قدمتها في البداية بعد كده بقى كان ليا يعني برامج خاصة بيا آآ الحمد لله غير بقى فريق العمل آآ مستر محمد عادل وستد محمود دياء آآ كان فيه برنامج التربية السعيدة وده برنامج بقى له سنين شغال واتطور بعد كده ان هو بقى مهرجوا التربية السعيدة آآ مش انا بس اللي بدي البرنامج بتاع التربية هو اصلا برنامج التربية لوحده كبير يعني هو بيقعد شهرين وكان بيجي عدد كبير ممكن بيبدأ آآ من تسعين مسلا بيحضروا آآ يعني وصل بعض الاوقات ان بيحضر تسعين واحد في البرنامج مع بعض آآ ده مستمر تقريبا يعني عملنا آآ في فرسالة اكتر من خمستاشر دفعة مسلا آآ احنا بتادينا دفعة خمسة وعشرين واحنا دلوقتي دفعة اربعة واربعين فتقريبا خمستاشر دفعة منهم تقريبا كانوا فرسالة آآ برنامج برنامج شهرين او تلрях شهر آآ كمان آآ بقى مهرجان التربية السعيدة هو مهرجان سنوية بنجي في القاب والاوم بيحتروا التربية السعيدة دف دفعة ودف دفعة آآ الاولاد في سن آآ تلحسنين لسبعة بيحتروا برنامج سر من المنظما باسم الكاتاكيد والحاجات كلها منتج انوار رسالة كلها طالع من انوار رسالة برنامج اسم الكاتاكيد بيتعلمه في منومن سوري آآ من �8 ل٢ٰ برنامج اسم قادة المستقبل بيتعلمه في مهارات مختلفة من لـ 18 صوبيان اسمه مصنع الرجال بتعلموا فيه بردو حاجات كتيرة جدا البنات من 13 لـ 18 الزهر العطرة كل ده طلع من أنوار رسالة كمان من الفرق اللي ربنا منع لها وضلعناها في رسالة فريق اسمه قوارير لمساعدة حواء لسعادة حواء قوارير وده عمل إيفنتات قوية وكبيرة وعمل برامج كبيرة فكان من ضمنها الحكاية وما فيها وحضر فيها يعني كبار المدربين المتخصصين في التنمية الأسرية أو في الإرشاد الأسري على مستوى مصر كلها يعني كان فيه كمان برامج زي 6 الستات وست الكل وست الحبايب وست البنات دي كانت برامج برضو كانت موجودة من فريق قوارير وده برضو خرج من أنوار رسالة كان فيه كمان مشروع كبير ابتدنا فيه مع أستاذ وائل زايد إن احنا عملنا دفعتين حضروا مع شركة سيجا جروب وحضروا إزاي نعمل تعلم نشط مؤثر عميق إزاي نحقق عمقه وستدامة الأثر وعملنا مشروع إنه هو أنوار أثر المشروع يعني مجمله ممكن يكون مكملش على المستوى العام لكن يكمل على المستوى الفرد إنه بقى فيه مجموعة مدربين كبيرة أو كتيرة بيعمل برامج بتحقق عمقه في الأثر والستدامة في الأثر من الحاجات برضو الزكريات الأساسية اللي أنا بفتكرها يعني مع أنوار لما انضمت للجنة المدربين آآ وبقيم المدربين وكان طبعا تشجيد كبير على إن احنا ما نقبلش أي حد آآ يعني تقريبا كان نسبة عشرين في المية بس لنبلهم من المدربين المتطوعين آآ عشان نحقق جودة عالية ودي يعني اشتغلت بها في كذا فرع كنت بقيم المدربين بيجوا وعملوا ديمو آآ من الحاجات كمان اللي كانت مهمة جدا الكمبات آآ كان مسترواء لزيد كان بيدعوني في الكمبات آآ خاصة في جزء السلوكي أو أخلاقيات العمل وده برضو من البرامج اللي لازلت بديها الحمد لله للمتطوعين آآ أخلاقيات التطوع آآ ودي كان يعني مسترواء الحمد لله يعني من سيخة طفينة كان بيدعونا مع برضو صيد محمود دي أو صيد محمد عادل آآ عشان نركز على الإثيكس عند الليدرز والمتطوعين المسؤولين آآ أو الأخلاقيات والالتزام آآ أنا ما نساش يعني فرع آآ الدقي كان بعتني وقال لي عايزك تديلهم تيمورك فقلت له طب انت عايز نركز عليه في تيمورك وقال للأخلاق فدي تقريب كان أول تعامل لي في فرع المهندسين يعني وأنا بالفعل كان آآ كان فيه أستاذ اسمها أمينة كانت موظف فرع مدينة ناصر متطوع في فرع آآ الدقي وآآ يعني كان بالفعل ويروحت هناك وكنت ركزت جدا على الجزئية دي وحتى الآن يعني نصيحة مستر وقال يعني هركز على الأخلاق آآ أو السلوكيات بالنسبة للمتطوعين أو المدربين أو اللي بيتخرجوا من البرامج بتاعتنا طيب أنا آآ أنوار فرقت معايا في إيه لا فرقت معايا كتير أنا تعلمتي مهرات كتيرة في أنوار رسالة واستفدت منها في حاجات كتيرة وآآ أصبحت أكثر احترافية وبرامج آآ اتولدت في أنوار رسالة لي برامج كتيرة اتولدت فريق أعمل آآ كبير فرق أعمل كبيرة جدا اتولدت معي في أنوار رسالة والحمد لله يعني ذكرت بعضها وفيه أكتر من كده كمان آآ جزء كبير آآ من العلاقات آآ تعرفت على ناس كتيرة في أنوار رسالة جالي شغل كبير من أنوار رسالة بره في البزنس آآ اشتغلت في اكبر شركة في مصر في البزنس كان السبب من أنوار رسالة آآ كان ناس في أنوار رسالة وتعرفت هناك على آآ احمد شمس ومي صدقي وآآ محمد عاد الودان هناك وحمود ضياء ومجموعة كبيرة من أنوار رسالة واشتغلت والحمد لله آآ فكرة ان انا اعمل اكاديمية التربية السعيدة خارجة اصلا من أنوار رسالة آآ برضو كنت دفعا فخرجت برضو الفكرة دي من من أنوار رسالة آآ آآ يعني ده تقريبا الحاجات اللي انا آآ فاكرها حتى الآن آآ آآ طبعا جزاكم الله خيرا وربنا تقبل منه ومنكم آآ آآ أنا يعني بالنسبة لي آآ آآ أنوار رسالة هو كيان يكبر بينا وبنكبر بيه